نستكمل بقية أخبارنا وإلى الناديا الإسماعيلي فانتظم الدولي العراقي همام طارق في مران العاب الإسماعيلي المستبعدين من قايمة لقاء سموحة بعد عودته من السفر خارج البلاد وطلب اللعب الدولي العراقي بالرحيل عن الإسماعيلي إلا أن مسؤولي الدرويش رفضوا الرد على طلبه سواء بالرفضة أو بالموافقة وحصل اللعب على راحة عدة أيام في ظل تعدد مشاركاته المحلية والقرية على عكس بقية اللعبين وهو ساهم في معاناته من الإرهاق وبيواجه الإسماعيلي سموحة السكندري اليوم السبت في الجولة الأربعة عشر من مستبعد الدوري وبيحتل الإسماعيلي مركز العاشر برصيد سبعتاشر نقطة جمعهم من خمس انتصارات وتعادلين وست هزائم خلال مباريات والتلات عشر في الدوري المصري ممتاز